أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في مدرية حيفان بالجنوب الشرقي لتعز حيث سيطرت على تلة الكربة ومواقع مجاورة لها وأوقعت سبعة قتلة والعديد من الجرحى في صفوف عناصر الميليشيات الإنقلابية وفي مدرية الوازعية قتل قيادي في المعارك العنيفة بين قوات الجيش وبين الميليشيات في مواقع جبل الصفاف ومدرسة الحكمة المحاذية لمنطقة المضاربة التابعة لمحافظة لحجة وفي مدرية مقبنة غربي تاز قتل أربعة من عناصر الميليشيات وأصيب ثلاثة آخرون في مواقع الدم بجبهة قحيفة